موسيقى المورد التاسع الكامل جزء عاشر في صفحة 173 ثم دخلت سنة سبعة وتسعين وخمسمائة سنة خمسمائة وسبعة وتسعين هجري ذكر ملك الملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام وحصره هو وأخوه الأفضل مدينة دمشق وعودهما عنها قال ابن الأثير قد ذكرنا قبل ملك العادل ديارة مصر وقطعه خطبة الملك المنصور ولد الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب وأنه لما فعل ذلك لم يرضه الأمراء المصريون وخبثت نياتهم في طاعته فراسلوا أخويه الظاهر بحلب والأفضل بصرخد وتكررت المكاتبات والمراسلات بينهم يدعونهما إلى قص دمشق وحصرها ليخرج الملك العادل إليهم فإذا خرج إليهم من مصر أسلموه وصاروا معهما فيملكان البلاد وكثر ذلك حتى فشل خبر واتصل بالملك العادل وصل الخبر إلى الملك العادل وانضاف إلى ذلك أن النيل لم يزد بمصر الزيادة التي تركب الأرض ليزرع الناس فكثر الغلاء فضعفت قوة الجند وكان فخر الدين جركس وكان جركس قد فارق مصر إلى الشام هو وجماعة من المماليك الناصرية لحصار بانياس ليأخذها لنفسه بأمر العادل وكانت لأمير كبير تركي اسمه بشاره قد اتهمه العادل فأمر جركس بذلك وكان أمير من أمراء العادل يعرف بأسامة قد حج هذه السنة فلما عاد من الحج وقار بصر خد نزل الملك الأفضل فلقيه وأكرمه ودعاه إلى نفسه هذا الأفضل بن صلاح الدين لقى هذا لقى الأمير أسامة فلقيه وأكرمه ودعاه إلى نفسه فأجابه وحلف له وعرفه الأفضل جلية الحال وكان أسامة من بطانة العادل وإنما حلف هذه أيضا تقية من تطبيقات التقية التيمية وإنما حلف لينكشف له الأمر فلما فارق الأفضل أرسل إلى العادل وهو بمصر يعرفه الخبر جميعه فأرسل العادل إلى ولده الذي بدمشق يأمره بحصر الأفضل بصرخد وكتب إلى إياس جركس وميمون القصري صاحب بالبيس وغيرهما من الناصرية أي من الممالك الناصرية وغيرهما من الناصرية يأمرهم بالاجتماع مع ولده على حصر الأفضل وسمع الأفضل الخبر فسار إلى أخيه الظاهر بحلب في مستهل جمادة الأولى من السنة ووصل إلى حلب عاشر الشهر وكان الظاهر قد أرسل أميرا كبيرا من أمرائه إلى عمه العادل فمنعه العادل من الوصول إليه وأمره بأن يكتب رسالته فلم يفعل وعاد لوقته فتحرك الظاهر لذلك إذن لم يستقبل العادل لم يستقبل الرسول الذي أرسله ابن صلاح الدين الظاهر فتحرك الظاهر لذلك وجمع عسكره وقصد منبج فملكها للسادس والعشرين من رجب وسار إلى قلعة نجم وحصرها فتسلمها سلخ رجب أي بانقضاء ومضي رجب وأما ابن العادل المقيم بدمشق فإنه سار إلى بصرة وأرسل إلى جركس ومن معه وهم على بانياس يحصرونها يدعوهم إليه فلم يجيبوه إلى ذلك بل غالطوه فلما طال مقامه على بصرة عاد إلى دمشق واجتمعوا كلهم واجتمعوا كلهم أي البكي الفارس وبعض المماليك الكبار الناصرية واجتمعوا هؤلاء واجتمعوا كلهم البكي الفارس وبعض المماليك الكبار الناصرية عند الملك الظاهر خضر ابن صلاح الدين وأنزلوه من صرخد وأرسلوا إلى الملك الظاهر والأفضل أرسلوا إلى الملك الظاهر والأفضل يحثونهما على الوصول إليهم لاحظ كل العمل كل التصرف كل القيادة كل الأمر كل الأمور كل الأمر والنهي بيد المماليك ترجمة نانسي قنقر